اشتركوا في القناة في الفرع الثاني السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين حسبك السؤال الثالث إقرى من قوله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فيه كتاب إن ذلك على الله يسير حسبك السؤال الرابع إقرى من قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مسلمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون حسبك السؤال الخامس إقرى من قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ظريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون حسبك بارك الله بك شكرا